مرحبا بكم إلى هذه النشرة ونستهلها بتطورات الوضع في حلب أفدت مصادر محلية لأن المعارضة المسلحة استعادت بعض المواقع التي خسرتها في حي الشيخ سعيد شرقية حلب بعد معارك عنيفة مع قوة النظام كما استعادت المعارضة نقاطا في منطقة السكن الشبابي جنوبية حلب هذا وأفادت وسائل إعلام إيرانية بمقتل قائد ميداني إيراني خلال معارك في حلب يأتي ذلك بينما يستمر القصف الروسي والسوري على المدينة حيث شهد حي الراشدين قصفا بالقنابل والصواريخ العنقودية ما أدى إلى دمار في المنازل والمنتلكات وتتواصل في حلب موجة نزوح المدنيين الفارين من القصف والمعارك الدائرة وسط دعوات بمنظمات إنسانية وأخرى من داخل حلب لوقفية القنار وإنقاذ المدنيين من لم يمت برصاصة غادرة مات بسياط الجوع ألف من هؤلاء ولدوا من رحم الموت ومثلهم قضوا في قصف عشوائي يبحثوا انتصارا على إرادة شعب أراد الحياة نازحون ومشردون يلتحفون العراء في المناطق الحدودية آخرون عالقون تحت أنقاض المنازل المدمرة قصف مستمر لا يستثني بشرا أو حجرا طفلا أو شيخا ساعة عشر ونصف طام الطيران الروسي باستهدافنا بصاروخ فراغي مثل كون شايفين هنا المنطقة مدنية ما في عسكر النظام مع فرق لا بين مدني لا بين عسكري مناشدات دولية لا تنتهي والقتل مستمر في مدينة أصبحت كمدن الأشباح أكثر من مئتي منظمة غير حكومية تعمل في المجال الإنساني والدفاع عن حقوق الإنسان طالبت الأمم المتحدة التي عجزت حتى اللحظة مع مجلس الأمن عن اتخاذ إجراءات لوقف مجازر النظام في حلب عمال الأغاثة جاهزون مئات الشاحنات محملة بالأدوية والأغذية جاهزة للانطلاق جاهزون لإخلاء مئات اليرحى من غربي حلب ومناطق سيطرة المعارضة وبالرغم من مناشدات دولية وأخرى من داخل حلب لإنقاذ المدنيين تصر روسيا والنظام على تصعيد الحملة العسكرية في المدينة على أمل السيطرة عليها قبل نهاية العام ولا يلوح في الأفق أي حل قريب لأزمة تتفاقم يوما بعد آخر وسط محرقة مستمرة وصمت مريب وفي حلب المحاصرة نظم عشرة شبان سوريين مظاهرة للتنديد بكل من الحصار والقصف الذي تتعرض له المدينة من طائرة النظام والطائرات الروسية وقد علت هتفات المتظاهرين مطالبة برحيل النظام نظم العشرات من طلاب جامعة إسطنبول والنشطون أتراك مظاهرة في مدينتهم تنديدا باستمرار غارات الطيران الحربي الروسي والسوري على مدينة حلب وطلب المتظاهرون المجتمع الدولي بالخروج عن صمته وعجزه بالتدخل لوقف قتل المدنيين وتأمين ممرات آمنة لخروجهم من الأحياء الشرقية للمدينة من ميدان بيازيد أمام جامعة إسطنبول يتجمع العشرات من الشباب الأتراك لتنديد بالحملة الشرسة التي تتعرض لها المدينة حلب في القصف الروسي وقصف النظام السوري والتي تعتبر هذه المدينة في عداد المدن المنكوبة حسب تقارير أممية ومنظمات دولية من هذه الهتافات التي يطلقها هنا الشباب الأتراك هتافات تندد بالقصف الروسي على أحياء المدينة الشرقية والتي تستهدف المدنيين بكافة أعمارهم وفئاتهم العمرية من الرجال والنساء والأطفال قبل كل شيء جينا إلى هنا لنعبر عن تضامننا مع أخواننا في سوريا وحلب على وجه التحديد ولنقول كفال الظلم وسفك دماء الأبرياء نحن كمسلمين جئنا لنرفع صوتنا بوجه الظلم وللنطالب القتل الروس والأمريكان بالخروج من الشرق الأوسط نحن كمسلمين جئنا لنحن كمسلمين جئنا لنرفع المدينة الشباب الأتراك هتافات تندد بالصمف الدولي وعجز الأمم المتحدة عن فتح ممرات آمنة لخروج المدنيين من الأحياء الشرقية لمدينة حلب أحمد غنام التلفزيون العربي إسطنبول إلى الشأن العراقي الآن حيث تدور مواجهات عنيفة بينما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية والقوات العراقية في عدة أحياء شرقية الموصل وقد أفادت مصادر عسكرية أن المواجهات تتركز في حي الظهور شرقية المدينة وأفاد مراسلنا أن سوء الأحوال الجوية تسبب في عرقلة عملية للحجد الشعبي وقوات من الجيش الاقتحام بلدة تلعفر في المحور الغربي من مدينة الموصل يأتي ذلك بينما فاقم اشتداد البرد وهطول الأمطار الغزيرة في الموصل من معاناة نازحين الذين بلغ عددهم قرابة ستين ألف نازح ومعنا من الخازر شرقية الموصل مراسلنا طرق ماهر طرق المعارك يبدو لتزال مستمرة في الحياء الشرقية في الموصل لو تنقل لنا تطورات الأوضاع هناك وأيضا الأوضاع الإنسانية للنازحين استغل ما يعرف بتنظيم الدولة جمال الأجواء أو رداءة الأجواء والعاصفة الترابية ليشن تعرضا بست سيارات مفخخة استهدف فيها حياء البريد والمصارف هذه السيارات المفخخة التي يقودها الانتحاريون استهدفت مواقع للخطوط الأمامية لوحدات النخبة من جهاز مكافحة الإرهاب لكنها أوقعت ضحايا تم رصد أعدادهم بتسعة قتلى بين صفوف المدنيين وبالتالي وبحسب قائدي قوات جهاز مكافحة الإرهاب الموصل الفريق عبد الوهاب الساعدي فإن وحدات النخبة صدت هذا التعرض وتمكنت من التقدم وبسط سيطرتها على كامل حي البريد الذي لم تتمكن من بسط سيطرتها الكاملة عليه بسبب العاصفة الترابية وبالتالي ما تزال الأحياء الشرقية هي تتصدر واجهة الأحداث في عموم مدينة الموصل ومحاورها الأربعة الرئيسة مع تأكيد قيادة العمليات المشتركة بأن قوات الجيش العراقي وتحديدا الفرقة الخامسة عشرة أكملت جاهزيتها بدعم وإسناد من فصائل الحجد الشعبي لاقتحام بلدة تلعفر ذات الغالبية التركمانية في المحور الغربي في هذه الأثناء تم نقل 500 من العوائل النازحة من المحور الشرقي إلى محور الخازر الذي تتواجد فيه كاميرا العربي مع تأكيد القوات العراقية بأن عملية النقل متواصلة رغم حلول الظلام شكرا لك مراسلنا طارق ماهر من الخازر شرقية الموصل اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية تأييد مجلس الشيوخ الأمريكي لتمديد قانون العقوبات على إيران انتهاكا للاتفاق النووي الإيراني الذي تم توصل إليه العام الماضي وقد وافق مجلس الشيوخ بأغلبيته الساحقة على تمديد قانون العقوبات المفروضة على إيران عشر سنوات إضافية وأرسل مشروع القانون إلى البيت الأبيض ليوقع أو ليوقع عليها الرئيس باراك أوباما كي يصبح نافذا ويسمح القانون بفرض عقوبات على إيران في مجالات التجارة والطاقة والدفاع والقطاع المصرفي بسبب برنامجها النووي وتجارب الصواريخ الباليستية وكان من المقرر أن ينتهي أجل القانون واخراء هذا الشهر ما لم يتم تمديده يذكر أن المرشد الأعلى للثورة الإيرانية أيط الله علي خامنئي حذر في وقت سابق من أن تمديد العقوبات سينتهك الاتفاق وتوعد بالرد هذا وأعلن رئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب عزمه تعيين الجنرال المتقاعد جيميس ماتس وزيرا للدفاع وأشهد ترامب بماتس وقال إنه من الجنرالات العظماء ويعرف الجنرال ماتس بمعارضته لإيران ورفضه للاتفاق النووي الإيراني يواصل الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب تشكيل أركان حكومته التي تعتبر الأغنى حتى الآن تعادل ثروة أفرادها ميزانية مئة دولة ترامب ورغم انتقاداته للمرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون إلا أنه اختار ستيفن منوشان الرئيس المالي لحملته الانتخابية والخبير المالي المقرب من وولستريت وهوليوود لتولي منصب وزير الخزينة والثاري ويلبرروس لشغل حقيبة الاقتصاد هؤلاء اقتصاديون جمهوريون محافظون وسواء كانوا هم أفضل خيارا أم لا أعتقد أن السياسة المتوقعة من رئيس جمهوري تشمل تخفيف القيود على الحكومة وتقليص الضرائب المفروض على الأغنية وهي خطوة يسفها بوب فرانسيس وأخرون على أنه اقتصاد يبدأ من القمة إلى جانب كونهم من المقربين إلى ترامب ومن أصحاب الثروات تعرف الشخصيات المعينة والمرشحة للانضمام إلى الجهاز التنفيذي المقبل بانتماءاتها اليمينية ومواقفها المتشددة على الرغم من ضمه لبعض الممثلي الأقليات إلى طاقمه ما رأى فيه مراقبون عودة إلى حقبتهم بعد 11 سبتمبر أيلول حين ركزت واشنطن على الحرب على الإرهاب خاصة مع اختيار ترامب لرئيس وكالة الاستخبارات الأمريكية ومستشار الأمن القومي يقف الرئيس المنتخب أمام خيارات صعبة عندما يتعلق الأمر بمنصباء الدفاع والخارجية فهما منصبان سيحددان علاقات واشنطن مع العالم الخارجي ريمان محمدية تلفزيون العربي واشنطن أعلنت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية استعادة السيطرة على عدة مواقع كان يسيطر عليها الحثيون وقوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح في مديرية حيفان بمحافظة تعز بعد اشتباكات عنيفة بين الطرفين في هذه الأثنى شن الجيش والمقاومة هجوما عنيفا على مواقع تابعة للحثيين في منطقة كرش بمحافظة لحج وأسفلت الاشتباكات التي ما تزال مستمرة عن سقوط قتل وجرح من الطرفين وللمزيد معنا من صنع مراسلنا نبيل اليوسف نبيل هل المواجهات في تعز لا تزال متواصلة وإن تم تسجيل سقوط أي ضحايا في هذه المعارك نعم جمال الاشتباكات لازالت تتواصل في أكثر من جبهة في محافظة تعز ينوب اليمن وسط المدينة تقول المقاومة بأن هناك ستة حوثيين وكذلك من قوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح سقطوا وهناك عدد من القتلى والجرحة فيما يقول الحوثيون كذلك قوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح بأن هناك كذلك قتلى وجرحة سقطوا في صهوف المقاومة الشعبية في وسط المدينة وبالتحديد في الجبهة الشرقية للمدينة التي لا زلت تدور فيها اشتباكات حتى اللحظة كذلك في جنوب شرق مدينة تعز وبالتحديد منطقة حيفان لا زلت الاشتباكات تدور حتى اللحظة إنما أكثر الاشتباكات عنفان اليوم هو في محافظة الجوف وبالتحديد في جبهة حام التابعة لمديرية المتون في محافظة الجوف شمال شرق اليمن وهي كذلك على الحدود مع المملكة العربية السعودية هناك اشتباكات عنفة في تلك المنطقة المقاومة الشعبية التابعة للرئيس هذه تقول بأنها أسقطت عدد من القتلى والجرحة في صفح الحوثيين فيما الحوثيين يقولون في مواقعهم كذلك بأن هناك قتلى وجرحة سقطوا في صفح المقاومة الشعبية ولا زلت الاشتباكات تدور حتى الآن في تلك الجبهة بالتزامن مع غارات عنفة لطيران التحالف شنها على تلك المنطقة كذلك في مديرية ميدي وكذلك مديرية حرض وهي تابعة لمحافظة حجة شمال غرب اليمن اشتباكات عنيفة تقول أو يقول إعلام الحوثيين بأن هناك عشر غارات شنها طيران التحالف على جمرك حرض على الحدود اليمنية السعودية وبأن هناك قنابل عنقودية أستطيع في هذه الغارات كذلك طيران التحالف شن عدة غارات على منطقة الصليف وهي على شريط الساحل البحر الأحمر في محافظة الحديدة غرب اليمن شكرا لك نبيل اليوسف في مراسل التليفزيون العربي كنت معنا من صنع تجددت الاشتباكات وبشكل عنيف بالأسلحة المتوسطة والثقيلة في أسوأ قتال بالعاصمة الليبية ترابلوس منذ أكثر من عام بين الكتائب والميليشيات المتصارعة للسيطرة على المدينة بشكل كامل وقال شهود عيان إن أعمدة الدخان الأسود تصاعدت في السماء وتردد دوي الانفجارات في منطقة أبو سليم الهضبة وأضف شهود أن طريق المطار أغلق بحاويات شحن كما سمع دوي اطلاق النار في عدة أحياء أخرى وتسيطر فصائل مسلحة مختلفة على ترابلوس وتقع بينها اجتباكات متكررة للسيطرة على مقرات سيادية في العاصمة الليبية أو لتحقيق مصالح اقتصادية وللمزيد معنا من ترابلوس الباحث والسياسي جمال عبد المطلب مرحبا بك سيد عبد المطلب إذن الصراع بين حكومة الإنقاذ القديمة ومعها المؤيدين للمفتي السابق الصادق الغرياني من جهة وحكومة الوفاق من جهة أخرى يبدو أنها لا تزال مستمرة هل هذه المحاولة الجديدة تأتي في هذا الصراع أو في هذا الإطار أم أن جهات أخرى ربما تقف وراءها أهلا وسهلا لا أستاذي الكريم أحييك وأحيي مشاهدين تلفزيون العربي الكرام في عجالة أعتقد التقرير بين الأوضاع في ترابلس صحيح لكن مسألة من هذه الكتيبة تتبع منه وهذه تتبع منه ما زالت الأمور مش واضحة من يحركها وكذا الصراع ما بين كتائب تريد في ترابلس كتائب معينة تستغل الضرف الذي يمر به الوطن في ترابلس انشغال القوات البنيان المرصوص وقوات مصراتها القوات ضاربة في مصراتها من التوار انشغالها بالصراع مع داعش والمنطقة الشرقية مشتعلة والزنتان تراجعوا كثيرا لا يريدون أن يدخلوا في صراعات يعني عندهم وقفة وعندهم موقف المنطقة الغربية الزاوية وغيرها عندهم كانت في مشاكل الآن استغلوا في مجموعة من الكتائب في ترابلس استغلت هذا الظرف وتحركت وأرادت أن تسيطر وأن تستولي على كتائب معينة محسوبة على هذه الجيهة أو جيهة معينة وتريد أن تسيطر على المشهد في ترابلس وتستغل هذا الظرف وعملت عملية مباغته هذه النقطة أما من وراءها يتبع لها تتبع لكذا لكذا لا مزالت الأمور ليست كلام رجم بالغير هذه المحاولة تعني ربما أن الحكومة غير قادرة على بسط نفوذها سواء في ترابلس أو خارج ترابلس وبالتالي غير قادرة على فرض الأطراف بها من كافة الأطراف كيف سيؤثر هذا على العملية السياسية في ليبيا برمتها نعم أستاذ الكريم هذا صحيح الحكومة حكومة الوفاق للأسف عملت نوع من الاتصالات مع مجموعة من الكتائب ونسقت معهم وأغدقت عليهم المال بحجة استقطابهم والاستفادة منهم للسيطرة حتى تستقر الأمور ويبنى الجيش وكذا ولكنه كان قرارا قاطئا هذه الكتائب تستخدم استراتيجية بندقية للإيجار لمن يدفع أكثر تتعامل مع الجميع وخارج عن السيطرة وكان خطأا كبيرا واستراتيجيا من حكومة الوفاق وأزعج الرأي العام الذي في البداية شجع هذه الحكومة وتعشم فيها الخير وتأمل فيها الخير ولكنها غير مسيطرة على هذه الميليشيات وهذه الكتائب التي تتكلم عن الوطن وعن التورى والتورى منها براء والوطن منهم براء هي مجموعات متسلطة مسيطرة على أموال الليبيين وعلى معسكراتهم وعلى سلاحهم ويتحركون وغير مسؤولين يقومون بتفجيرات في وضح النهار يزعجون بها النساء والناس والأطفال والمدارس وكل شيء هذا هو المشهد سيدي في طرابلس لكن اليوم الأوضاع هذه أتماما ونرجو أن يكون هذا الأمر سحابة صيف وصلت الفكرة شكرا لك الباحث السياسي جمال عبد المطلب كنت معنا من طرابلس شكرا وهذه النشرة متواصلة مشاهدين وتتابعون فيها بعد قليل مظاهرة مليونية في اندونيسيا للمطالبة بإقالة حاكم جاكرتا بسبب استهزائه بالقرآن أهلا بكم أعلن المتحدث باسم مؤتمر فتح السابع محمود أبو الهيجان أنه تقرر فتح باب الترشح لانتخابات اللجنة المركزية والمجلس الثوري مساء اليوم قبل فتح باب التعون على المرشحين مضيفا أن الانتخابات ستجري غدا السبت هذا ويتنافس أكثر من 1300 عضو في المؤتمر على عضوية هذه الهيئات احتشد أكثر من مليون شخص وسط العاصمة الاندونيسية جاكرتا في احتجاج هو الثاني من نوعه خلال شهر ضد حاكم جاكرتا المسيحي باسوكي تهاج بورناما وطلب المحتجون الذين توافدوا على حديقة النصب التذكري الوطني في قلب العاصمة بسجن بورناما على خلفية تسريحات اتهم فيها علماء الدين بإساءة التعامل مع القرآن وخصوم سياسيين باستخدام آية من القرآن لخداع الناخبين ومنعه من الفوز بفترة أخرى وخرجت المسيرة استجابة لدعوة منظمات إسلامية وشخصيات منضوية ضمن الحركة الوطنية تحت شعار المسيرة الثالثة لنصرة الإسلام وقد شددت قوات الأمن من إجراءاتها الأمنية تحسبا لوقوع أعمال شغب ونشرت نحو 22 ألف شرطي ونتوقف الآن مع أبرز أخبار الاقتصاد قررت البورسة التركية في اسطنبول تحويل أصولها النقدية من القطع الأجنبية إلى الليرة التركية وذلك لدعم العملة المحلية التي تتراجع بشكل مستمر أمام سعر الدولار ومن الجدير بالذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد كرر دعوته للشعب في خطاباته بتحويل ما يملكون من نبد أجنبي إلى الليرة التركية قالت وزارة العمل الأمريكية إن عدد الوظائف زاد بواقع 178 ألف وظيفة في الشهر الماضي في حين انخفض معدل البطالة إلى أدنى مستوى له في أكثر من تسع سنوات عند أربع فاصل ستة في المئة مما جعل إقدم مجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأمريكي على رفع أسعار الفائدة هذا الشهر أمرا شبه مؤكد قال الوزير المكلف بملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تيفي ديفيس إن المملكة المتحدة تفكر بدفع مساهمة مالية للحفاظ على موقعها في السوق الأوروبية الموحدة بعد خروجها من الاتحاد وأدى هذا الاحتمال إلى تحفيز جنيه الإسترليني مقابل اليورو والدولار حيث رأى المستثبرون في ذلك أملا بأن يكون خروج المملكة من الاتحاد مارينا هبط تسعار النفط 42 سنة اليوم بفعل مخاوفة بشأن ما إذا كان كبار المنتجين سيطبقون اتفاقا بين منظمة الدول المصدرة للبترول أوبيك وروسيا لتقليص الإنتاج في الوقت الذي انتجه فيه المستثمرون إلى جني الأرباح بعدما لمس خام القياس العالمي مزيج برينت أعلى مستوى له خلال 16 شهرا بعد خبر الاتفاق حذر مكتب شرطة الأوروبية يوروبول من احتمال يشن تنظيم الدولة الإسلامية هجمات جديدة في أوروبا في المستقبل القريب وعدف يوروبول أن هزائم التنظيم في سوريا والعراق وازدياد أعداد المقاتلين العائدين إلى أوروبا يعززان من احتمال شن هجمات مسلحة مشيرا إلى أن التنظيم قد يستخدم أساليب جديدة في هجماته مثل سيرات المفخخة والعبوات الناسفة أجرت كوريا الشمالية تدريبا واسعا للدفعية يحاكي شن هجمات وهمية على كوريا الجنوبية يوم أنس وذلك بعد ساعات من فرض مجلس الأمن مزيدا من العقوبات على بيونج يانج إثر تجربتها النووية الخامسة التي عجرتها في أيلول سبتمبر الماضي هذا وأعلنت كوريا الجنوبية واليابان عزمهما فرض عقوبات أحادية جديدة على كوريا الشمالية بسبب برنامجها النووي وبرنامج السواريخ الباليستية والآن إلى أهم وأبرز أخبار الرياضة يصديف ملعب الكامبنو قمة الكرة الإسبانية بين برشلونة وغريمه ريال مدريد لحساب الأسبوع الرابع عشر من الدور الإسبانية ويدخل الريال الكلاسيكو متصدرا بفرق ست نقاط عن ملاحقه برشلونة إلى إنجلت راح يتنتلق يوم غد الجولة الرابعة عشر من الدور الإنجليزية وتجمع قمة الجولة بين منشستر سيتي وتشلسي على ملعب الاتحاد أما حمل اللقب لستر سيتي فيحل ضيفا على سندلاند كما يرحل أرسنال إلى الملعب الأولمبي في لندن لمواجهة وستهام في دربية العاصمة البريطانية في الكالتشو يستضيف حمل اللقب يوفنتوس فريقة أتلانتا مساء الغد ضمن الأسبوع الخامس عشر من الدوري ويسعى اليوفي لتحقيق الفوز لتعويض سقوطه الأسبوع الماضي أمام جانوا يحل باير ميونيخ ضيفا على ماينز مساء اليوم أما دورتموند فيصديف بوروسيا منشنجل الباخ على ملعب سيجنال أدونا بارك في قمة الأسبوع الثالث عشر من الدوري الألماني لحساب نهائي كأس العالم للسيدات تحت سن العشرين سنة يواجه منتخب كوريا الشمالية منتخب فرنسا صباح الغد وكانت سيدات كوريا الشمالية قد أقصين سيدات الولايات المتحدة من البطولة كما وصلت سيدات فرنسا من بوابة منتخب الياباني أقيم في العاصمة البريطانية لندن حفل توزيع جوائز النسخة الثانية لجائزة المرأة العربية للاحتفاء بنساء بارزات أبدعنا في مجالات الفن والثقافة والاقتصاد والرياضة وتسليط الضوء على منجزتهم وتكريمهم نخبة من النساء العربية المؤثرات ممن تركنا بصمة في مجالتهم اختارت جائزة المرأة العربية في لندن تكريمهن والاحتفاء بعطاءاتهن نساء لكل واحدة منهن قصة تميز لكنها أيضا قصة تحدي شجاعة لكسر صورة المكرورة عن النساء في العالم العربي هكذا اختارت الجائزة الأميرة السعودية أميرة طويل لتكريمها في مجال الدفاع عن حقوق المرأة والكاتبة البحرينية سوتا الشاعر لمنجزها الثقافية وسيدة الأعمال المغربية سلوى الإدريسي والعباءة الجزائرية حسباب المرقة لتاريخها الرياضي والإعلامية الفلسطينية إيمان عياد وأخريات جميل أن تكون هناك مبادرات إن كانت من العالم العربي أو من الغرب لها طبع خاص بأنها جاءت من الغرب بالطبع لكن جميل أن نعكس هذه الصورة الإيجابية كما كرمت الجائزة الطفلة السورية مزلم ليحان لتشجيعها الفتيات السوريات في مخيمات لجوء على مواصلة الدراسة والتحصيل مزون هنا لا تمثل ملايين من اللاجئين ملايين من الأطفال الذين يعانون حول العالم وخصوصا بلد سوريا لكثير من أطفالها لخسروا أقل حقوقهم الطفلة العراقية جنة الجميل أبهرت برسومها ولوحاتها الكثيرين فاختيرت مبدعة السنة في مجال الفنون لا تكرم جائزة المرأة العربية هنا في لندن نخبة من النساء أنجزنا وأبدعنا في مجالتهن لكنها تكرم عبرهن أيضا كثيرا من النساء في الوطن العربي لو منحت لهن الفرصة لأبدعنا وأنجزنا يقول القائمون على الجائزة أنهم يحرصون على رفع الوعي بدور المرأة في المجتمع العربي رغم ما تلقاه من عصف وتعسف فالجائزة لا تعكس إلا عينة بسيطة فقط ممن استطعنا أن يخرجنا من الضل إلى دائرة الضوء فيما غيرهن كثيرات تبدعنا لكن في الصمت بهذا نأتي إلى نهاية هذه النشرة زوروا موقعنا على الأنترنت العربي دوت تيفي كما بإمكانكم الدولة الرأي والمقترحات على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي شكرا وإلى اللقاء